المواجهة الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي انحصارت بين طرفين الجيش والدعم السريع لكنها وبصورة غير مباشرة ارتبطت بمؤثرين خارجيين من المدنيين توجه لهم التهم من طرفي الأزمة بالضلوع في المواجهة وإن كان ذلك مرتبطا فقط بالمواقف السياسية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كان عراب الفترة للمواجهة التي كان من المفترض أن تنجز بقضايا الحل النهائي الخمسة لكنه وجد نفسه بعد المواجهات دون ثقل سياسيا قادرا على التأثير ما دفع بقادته السياسيين إلى مغادرة البلاد نحو عواصم عربية وأفريقية بحثا عن حل للأزمة وتوزع ممثلون عن المركزي في عدة دول أبرزها القاهرة نيروبي أدس أبابا وكمبالا وعزى القيادي في المجلس المركزي مصبح أحمد في تصريحا للحدث وجود هذه القيادات في الخارج وليس داخل السودان إلى أهمية تفعيل الاتصالات بين المركز والأطراف الدولية لوقف الحرب لافتا إلى أن القيادات قاموا بجولة عربية وأفريقية ودولية أجروا خلالها لقاءة مع الفاعلين في المشهد السياسي السوداني وأوضح أن هدفهم حاليا ينصب في إنجاز من بريجدة عبر لقاءة سياسية في الخارج مع جميع الداعمين لوقف الاقتتال لبناء أكبر جبهة مدنية لوقف الحرب اشتركوا في القناة ومعنا من القاهرة لمناقشات هذه المعطيات والتطورات الكاتب والمحلل السياسي فايز الشيخ سيليك أستاذة فايز مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث هذا المساء نريد أن نبدأ بتصرحات الأتيامين الأطراف المدنية من قوى الحرية والتغيير بالمجلس المركزي بشكل أساسي والتوزع الموجود لهذه القوى اليوم ليس داخل السودان وإنما داخل عواصم عربية وأفريقية لماذا هذا التوزع برأيك ولماذا اختيار هذه المدن بالتحديد من القاهرة وصولا إلى نيروبي مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحدثة العربية نعم خروج قادة الحرية والتغيير المجلس المركزي كان مهما جدا لأن وجودهم داخل العاصمة الخرطوم كان أجبه بوجودهم تحت رهن ولكن لا يستطعون مقابلة أي من الطرفين لا يستطعون إجراء اتصالات بطريقة سهلة إضافة إلى أن بعض منهم معرض حياتهم للخطر خاصة وأن هناك تعبئة من قبل فلول نظام البشير ضد الحرية والتغيير وتتهمها بالوقوف إلى جانب الحرية بجانب قوات الدعم السريع اختيار هذه العواصم جاء بدراسة وبتأكيد على أهمية هذه الدول مصر مثلا دولة مهمة دولة جارة ما يحدث في السودان ينعكس سلبا على مصر والعكس كذلك أيضا كينيا إيثيوبيا جنوب السودان إيرتريا إضافة إلى المملكة العربية السعودية الإمارات شاد هذه دول جميعها مهمة لا بد من التواصل مع قيادات تلك البلاد لإعتبارات بأن ما يحدث في السودان يهم هذه الدول إضافة إلى أن معظم هذه الدول لها مبادرات سياسية سواء كانت عن طريق مبادرة الدول الجوار أو الاتحاد الأفريقي كما عند أسيوبيا أو إيقاد عند كينيا أو المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من برجدة الأمارات الرباعية كل هذه الدول لها مساهمة بشكل أو بآخر في إيجاد تسوية سياسية هناك انتقادات توجه لهذه القيادات بأنها خرجت من البلاد ولو حتى كانت مهددة بوقت أن الشعب السوداني يموت كيف يمكن فهم هذا المشهد أيضا والتعاطي مع هذه الاتهامات؟ نعم الشعب السوداني في خطر جميعه نعم هناك الآلاف من أو الملايين من السودانين بلا شكهم تحت الاحتجاز القصري من الطرفين لكن القيادات تكون مهددة بطريقة مباشرة أولئك يمكن أن يكونوا مهددين للصدفة لعامل مثلا النيران التي تسقط من هنا أو هناك للقصف المدفعي هذا مؤكد وهذا خطر وقد راح ضحيته آلاف السودانين دون شك لكن هنا سيكون التهديد مباشر هنا يكون الاستهداف بشكل شخصي هذه هي الخطورة لكن حتى لو لم يكن هناك استهداف لا يمكن أن يبقى القادة مكتوفي الأيدي لا بد من التحرك لا بد من إيجاد تسوية سياسية لا بد من الاتصال بأطراف النزاع كما حدث مثلا قبل يومين حدث الاتصال بين رئيس المؤتمر السوداني أو رئيس الاتصال بالحرية والتغيير الباشمهندس عمر الدقير برئيس بقائد الجيش الفريق البرهان وهذا يؤكد بأن هذا التواصل ما كان يمكن أن يتم بسهولة إذا كان ما نتيجة هذا التواصل؟ لأن إلى الآن ما زال الجيش يتهم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي هنا بأنهم متحالفون مع قوى الدعم السريع نعم هناك اتهامات من الجيش ولكن هذه الاتهامات أكثر من قبل الإسلاميين الإسلاميين الذين يقودون هذه المعركة يريدون شيطنة الحرية والتغيير وحرقها ويريدون أن في النهاية أن يجدوا شماعة ليعلق عليها أخطاء الحرب أو نتائج الحرب لأنهم الذين بدأوا الحرب وهم الذين كانوا يعبؤون ولا يزالون الحرية والتغيير تقول لا للحرب بغض النظر عن موقفها لكن هؤلاء يقولون نعم للحرب على الأقل من الذي يدعو إلى الحرب على المستوى السياسي مسألة نتيجة الاتصال بلا شك الاتصال حمل رغبات من قائد الجيش بضرورة التوصل إلى حل سلمي ضرورة حل النزاع سلميا ضرورة إيقاف الحرب وهذا اتجاه جيد يجب أن يمضي عليه الناس بغض النظر عن النتائج التي لا يمكن أن تأتي مباشرة أيضا يعني في حديث عن أن هناك محاولة للتواصل مع كل الأطراف المدنية من جانب الحرية والتغيير التي هي رافضة للحرب بس بنفس الوقت لا معلومات عن تواصل مع الكتلة الديمقراطية مثلا مع الوفاق الوطني مع القوى الأخرى التي كانت بمواجهة سياسية مع قوى الحرية والتغيير قبل هذه الأحداث لماذا القول أن هناك تواصل مع كل القوى المناهضة لفكرة الحرب حاليا نعم كما قلت القوى المناهضة لهذه الحرب القوى المناهضة لهذه الحرب هي المجلس المركزي الحرية والتغيير تلك القوى الكتلة الديمقراطية أو بمسمياتها وبفصائلها جميعها تقف مع الحرب جميعها تقف إلى جانب استمرار القتال لذلك ليست معنية في هذا التواصل لأنها لا تريد إيقاف الحرب بل تريد أن تزيد أن تصب الزيت على النار أن تواصل مسألة الدعم والتحشيد ودق طبول الحرب لذلك ليست معنية بهذا التواصل التواصل معني به القوى التي تريد السلام القوى السياسية القوى المدنية ويجب أن تتسع دائرة الاتصال لا تختصر على الحرية والتغيير هناك قوى سياسية خارج الحرية والتغيير تقف إلى جانب السلام جزء من المؤتمر الشعبي إضافة إلى جزء من الإسلاميين في أنصار السنة أو غيرهم جزء من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هناك أيضا قوى مدنية مهمة جدا قوى منظمات المجتمع المدني هي قوى فاعلة يجب عدم تجاوزها تجاوزها في الفترة الماضية كان واحد من أسباب إخفاغ التجربة الماضية لذلك يجب أن تتسع قاعدة التواصل يجب أن تتكون جبهة عريضة أيضا كما قلت هناك أحزاب أخرى مثل الحزب الشيوع السوداني أيضا وحزب مهم حزب البحث كل هذه أحزاب مهمة لا بد أن يشمل هذا التواصل حتى تتكون جبهة مدنية ضد الحرب اليوم دعم منبر جدة من جانب هذه القوى المدنية بالحرية والتغيير يأتي مع أسئلة كثيرة ما هي الأوراق التي تملكها هذه القوى الآن لدعم هذا المنبر وإنجاح المشاورات أو المفاوضات عبره هذه القوى تتميز بميزات إيجابية مهمة جدا أولا هو التحالف السياسي الوحيد المنظم الذي استمر فترة طويلة ويعبر عن قطاعات لا نقول عن كل الشعب السوداني لكن يعبر عن قطاعات واسعة كانت مرتبطة بثورة ديسمبر هذا مكسب سياسي وشعبي لها قاعدة إضافة إلى أكثر ما يميز هذه القوى هي علاقاتها الإقليمية والدولية ترتبط بعلاقات جيدة مع كل دول الرباعية مع الاتحاد الأفريقي مع كينيا مع جنوب السودان حاليا أيضا نجحت في الاختراق بتكوين علاقة جيدة مع مصر بعد أن كانت هناك شيء بقطيع من قبل الحرية والتغيير كونه توصل إلى مصر وتجسر هذه المسافة هذا مكسب بيعطي الحرية والتغيير ميزة إيجابية وقدرة على التواصل والضغط على الأطراف اللاعبة أو الأطراف التي تمارس القدل والحرب لكن وجود أطراف سياسية تدعو إلى الحل السياسي هذه أوراق جيدة وهذه ميزة إيجابية يمكن أن تستغل في الضغط على المكونين العسكري الدعم السريع والجيش ومن يقف خلفهما في هذه الحرب شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة الكاتب المحلل السياسي فيز الشيخ السلك ترجمة نانسي قنقر